تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفارة الأردنية في لندن بشكل حثيث ومستمر مع السلطات البريطانية المختصة حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في مدينة كولشستر بمقاطعة أسكس الوزارة أفادت في بيان لها أنه وفور درياتها بواقع الحال من ذوي المواطن أبلغت السلطات البريطانية المختصة في سعي لتحديد مكان المفقود وفي إطار توسعة نطاق البحث نشرت شرطة مقاطعة أسكس صورا للشاب المفقود ضمن إجراءاتها الاعتيادية ويبلغ الشاب من العمر 21 عاما وكان قد فقد منذ 16 يوما وفق ما أعلنت شرطة مقاطعة أسكس ويقدر عدد المسجلين لدى السفارة الأردنية في لندن بثلاثة ألاف أردني غالبيتهم من الطلبة